المرتبة الثامنة والعشرون من حيث حجم الإصدارات المحلية لسنادات الشركات تحتلها مصر بمعدل نمو سنوي 12% وفقاً لمنظمة الأيسكو مرتبة جاءت في وقت أسست فيه شركات جديدة برأس مال مدفوع بلغ 25 مليار جنيها خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 11 مليار جنيها عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التذبذب الذي تشهده البرصة ما يبعث رسالة مفادها أن تحافظ التشريعات على جذب المستثمرين وهو ما دفع هيئة سوق المال المصرية لإجراء تعديلات على لائحة السوق بهدف زيادة نشاط سوق السنادات وسنادات التوريق في مصر باعتبارها قناة تمويل إضافية لتلك الشركات كان عندنا لقاء مع مختلف قيادات أسواء المال في العالم لقاء هاتفي تحت مظلة منظمة الأيوسكو وكان اللي بتقال أنه أكبر تدفق يخرج من الأسواق الناشئة للأسواق المتقدمة تدفق أموال السنة دي لم نشهده إلا من سنة 2008 الرسالة الكحكة أو حجم الأموال المتاحة للأسواق الناشئة سيبقى أقل وبالتالي المنافسة ستكون أشد ضراوة على جزء أصغر من هذه الكعكة المنكمشة فإحنا علينا كدولة مسؤولية كبيرة أن المناخ الصديق للمستثمر والتواصل المستمر ومع التوسع في طرح مصر لمشروعات التنمية تزداد الحاجة وبشدة إلى توفير آليات لتمويلها ما يتطلب تنمية سوق سندات الشركات إلا أن نمو هذا السوق في مصر يواجه عدة تحديات أهمها ارتباطه الوثيق بحجم الناتج القومي الإجمالية وقيمة إصدارات السندات الحكومية وعدد الشركات المقيدة بالبرسة خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن لائحة تعديل قوانين سوء المال يمكن كان فيه توافق كبير ما بين جموعاً من خبراء والعملين بشأن هذه التعديلات بعد طرحها خلال النقاش المجتمعي أنا بتوقع أن مع تطور المناخ الاقتصادي في مصر وصدور قانون الاستثمار وتنشيط سوق السندات أتوقع أن ده هيجزب سيولات كبيرة للمساعدة في تمويل المشروعات القادمة أو المقبلة عليها مصر خلال الفترة القادمة يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أحالت عدداً من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال إلى وزير الاستثمار لتشجيع إصدار السندات وشملت استحداث ما يعرف بالسندات المغطى واستحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصل على تصنيف ائتمانية على أن تكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس للجمهور ناد عبد السلام سي ام بي سي عربية القاهرة